السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم العافية يا تاسع اليوم راح نبلش بالدرس الثالث من مادة التربية الوطنية درس الأمن العام فرح نتحدث خلال هذا الدرس أو رح نتعرف خلال هذا الدرس إن شاء الله اليوم نشأة جهاز الأمن العام الأردني ودور جهاز الأمن العام في التنمية وحفظ الأمن وظائف جهاز الأمن العام ومهام جهاز الأمن العام والأمن العام والتنمية المجتمعية بداية رح نحكي عن نشأة جهاز الأمن العام الأردني بقي الأمن العام مرتبطا بالجيش العربي حتى عام 1956 عندما صدر قرار فصله عن الجيش واستمر تطور جهاز الأمن العام حتى أصبح الآن من أكثر الأجهزة الأمن كفاءة في العالم ونظرا لمسيرته الحسنة فقد شارك في حفظ الأمن في مناطق عانت من الصراعات والنزاعات وأظهر من تسبو الأمن العام المشاركون في الشرطة الدولية تميزا وكفاءة في العمل ومن الدول التي عمل فيها على حفظ الأمن اللي هي البوسنة من هرسك والسودان وتيمور الشرقية وسيراليون ثانيا دور جهاز الأمن العام في التنمية وحفظ الأمن يوفر الأمن الشامل بيئة صالحة للتنمية في شتى مجالات الحياة وهذا يجسد مفهوم الأمن الشامل وفكرته كفلسفة شرطية وأسلوب عمل لمديرية الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية وتسهم جهاز أجهزة الأمن العام في الحفاظ على تماسك المجتمع الأردني وبنائه الاجتماعي والاقتصادي واتخاذ كل ما يلزم من الإجراءات والأنشطة ضمن حدود الشرعية وسيادة القانون ثالثا وظائف جهاز الأمن العام 1- الوظيفة الأمنية الوظيفة الأمنية تعد الشرطة من أدوات السلطة التنفيذية الموكل إليها حفظ النظام والأمن والسلام العام والوقاية من وقوع الجريمة التي يختص بها الجهاز القضائي وهي التي تقوم بضبط الجريمة أو أدلتها وأثبات نسبتها إلى مرتكبيها وتحويل المخالفين للقضاء ما المقصود بالجريمة؟ الجريمة هي كل فعل أو امتناع عن فعل يعاقب عليه القانون ويندرج تحت هذا مفهوم جميع أنواع الجريمة ومجالاتها وميادينها ثانيا الوظيفة الاجتماعية تعد الشرطة من أجهزة الدفاع الاجتماعي المعنية بسلوك الأفراد وقيمهم ومثل المجتمع وتقاليده بحكم موقعها واتصالها بالجمهور والمجتمع فهي الأكثر قدرة على الوقاية والإصلاح والرعاية ويسند إليها دور كبير في الإصلاح الاجتماعي رابعا مهام جهاز الأمن الأعام الأردني واحد منع الجرائم والعمل على اكتشافها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدارة المحافظة على النظام والأمن والحماية الأرواح والأعراض والأموال ترجمة نانسي قنقر